موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكاد الأخلاق تختفي تماما في عالم سياسة اليوم إن لم تختفي فعلا هذا الاختفاء يعكسه واقع العلاقات الدولية وكذلك الكيفية التي تدار بها الدول في الشؤون الداخلية وثمت من يرد هذا الغياب إلى هيمنة النظريات السياسية الغربية على العالم وانتشارها بفعل العولمة أو الأمركة في هذا السياق يصبح لزاما البحث في المسألة من منظور الإسلام من خلال السؤال عن وظيفة السياسة وعن علاقتها بالأخلاق في التصور الإسلامي السياسة وعلاقتها بالأخلاق وما تبحثه هذه الحلقة من برنامج مقاصر أهلا بكم هذا الموضوع نلقيه بين يدي ضيفنا الكريم الدكتور نبيل الفولي أستاذ المنطق وعلم الكلام في جماعة سلطان محمد الفاتح الوقفي أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا بكم وسهلا وبسهلا المساهدين في البداية لا بد من الحديث عن مفهوم السياسة في التصور الإسلامي مقارنة بما هي عليه اليوم في العالم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم وبعد فإن السياسة من المجالات التي شغل الناس ببحثها ودراستها منذ أزملة قديمة ويعني لكي لا نشغل المشاهد الكريم بنواحي فنية تتعلق بمفهوم السياسة فباختصار شديد هي هذا الفن الذي يهتم بإدارة الدولة قصدا إلى تحقيق مصالح الجماعة التي تضمه هذه الدولة يعني باختصار شديد وفن إدارة الدولة وتشغيلها وتوجيه قدرات هذه الأمة التي تحويها هذه الدولة نحو هدف ما هذا دكتور تعريف يعني مطلق وعام ومجرد يعني لكن الآن السياسة لها عشرات التعريفات من ضمنها مثلا فن الممكن نريد أن بالنسبة إلى مفهوم المقابلة يعني كيف يمكن أن يعرف الإسلام السياسة بناء على ما هي معرفة عليه فن الممكن هذا ربما في شيء من البراجماتية يعني هذا التعريف نعم فكيف يمكن إسلاميا كل تعريفين يعكسوا ثقافة المعرف يعني مثلا تعريف التقليد عندنا أو تعريف السائد في السياسة الشرعية عندنا يدور حول حفظ الدين وسياسة الرعية فهو يتناول جانبين هو حراسة الدين حراسته وحمايته من أن يعتدى عليه أو أن ينتقص منه وما شبه ذلك كما رأينا في مثلا تجربة الراشدين مع مانعي الزكاة وما شبه ذلك ثم يعني رعاية مصالح الناس وذلك بأن يعني نجد أن الأمة عبارة عن بشر يحتاجون إلى أشياء لهم مصالحهم لهم حقوقهم لهم أرضهم التي يمتلكونها لهم حاجاتهم هذه كلها تدخل بالشكل العام طبعا ليس بالشكل الخاص ليس بالإشارة إلى شخص أو فرد بعيني ولكن بالإشارة إلى المجموعة أو الأمة التي تديرها هذه السياسة فالرؤية الإسلامية رؤية جامعة بين هذين الجانبين جانب إدارة الشأن الجماعي العام للأمة وحراسة الثقافة التي تمثلها هذه الأمة أو التي تتمثلها هذه الأمة وهي الثقافة تتضمن الأبعاد الدينية والاجتماعية وما شبه ذلك نقلتنا سريعا إلى وظيفة السياسة في التصور الإسلامي وهذا موضوع ربما يحتاج إلى بسط وتفصيل منكم دكتور لأن بعد ذلك سيترتب على هذه الوظيفة بعض الأسئلة التي تحرر هذا المعنى أكثر في الجوهر أنت قلت أنها هي حماية الدين هذا يعكس فلسفة السياسة في الإسلام نريد أن نبحث معك بشيء من التفصيل والبسط هذه الوظيفة الكلية والتفصيلية للسياسة في الإسلام نعم نحن طبعا لا بد أن ننظر إلى الإنسان باعتباره مركز الرؤية الإسلامية وهذا ليس تأثرا بالرؤى الحديثة ولكن حينما ننظر إلى الشريعة ومقاصدها فنجدها أنها كلها مصالح كما يقول فقهاؤنا نجد أنها كلها مصالح أي أنها ترعى مصلحة الإنسان ومصلحة الإنسان تتبين من خلال المنظور الإسلامي في مراعاة أحكام هذه الشريعة ومراعاة الشريعة أيضا لظروف الإنسان دون أن نكيف الشريعة ونعوج بها مع الإنسان بالتأكيد ولكن تسهل الأمور وتصعب حسب وضع الإنسان بمعنى أن كما يقول علماؤنا المشقة مثلا تجلب التيسير الاضطرار يؤدي إلى أحكام غير الأحكام الأصلية إلا ما اضطررتم إليه إذا اضطر الإنسان إلى مثلا أكل الحرام إنسان يكاد يموت يهلك جوعا أو عطشا فيحل له في إطار معين أن يستعمل هذا الحرام معنى أن الشريعة ترعي الإنسان فهو الإنسان هو في مركزها وإنما هادت الشريعة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة حتى تستقيم نظراته وتستقيم مسيرته في هذه الحياة فليس المقصود بهذه الشريعة يعني عن الإيمان بالله عز وجل والتسليم له الإيمان بقدره وما شبه ذلك من مفردات العقيدة ليس المقصود بها كما يتصور الناس سحق الإنسان لا يقصد من هذه الشريعة سحق بالعكس بل إنما قصد بها هدايته والهداية تبدأ دائما من المفاهيم الصحيحة فيوذى الإنسان بهذه المفاهيم الصحيحة حتى يحصن اختياره في هذه الحياة ثم الشريعة بعد ذلك ستراعي ظروفه تراعي أن القاعدة التي ذكرتها قبل قليل المشقة تتلقى التيسير يعني على سبيل المثال إنسان مثلا أصيب الوسوسة مثلا فهو لا يدري أصلى خمسا أم أربعا أم كذا فالشريعة تقول له ابني على الشك لا تبني على اليقين في هذه الحالة إنسان موسوس فالشريعة هنا راعت الإنسان ويسرت عليه في هذه الأحكام وأحكام الاضطرار التي أشرت إليها أيضا تشير إلى أن هذه شريعة تراعي الإنسان وتراعي ظروف الإنسان ولذلك العلماء الذين اهتموا بالمقاصد كان هذا هو المركز الذي داروا حوله مراعاة الإنسان دون انحراف بالشريعة المسألة متوازنة جدا تراعى الشريعة وتراعى في نفس الوقت مصالح الإنسان حتى تبقى الشريعة على هيبتها وعلى مكانتها دون تحريف ولا تغيير وحتى تراعى ظروف الإنسان في نفس الوقت الشريعة هي الإطار العام لكن في داخل هذا الإطار استثناءات تراعي ظروف الإنسان فإذا الذي أشير إليه هنا هو أن الإنسان هو مركز الرؤية الإسلامية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا فهذا التفضيل وهذا التمكين الذي مكن الله فيه الإنسان يراعى في الأحكام الصغيرة والكبيرة لكن هنا من يضع قيد في موضوعنا الإنسان هو محور الرؤية الإسلامية ثمت من يقول أن الإسلام الخادم للدين وليس الإسلام المطلق والمجرد كما هو في الحضارة الغربية الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على رسوله العفوان، الفرد الخادم للدين وليس الفرد المطلق المجرد كما هو في الحضارة الغربية يعني صحيح الفرد هو مركز الرؤية الإسلامية لكن هذا الفرد الذي هو بالضرورة يخدم الدين ويستميت من أجل الدين وليس منعزلا عن الدين نحن نقول هذه الرؤية ليست شاملة لأولياء الصالحين وحدهم بل تشمل كل مسلم إن المظلة الإسلامية تمتد حتى تشمل الغصى نحن لا ينبغي بل بالعكس هناك رؤية أوسع هذا الإسلام لن ينزل خاصا بالمسلمين نزل دعوة عامة لكل الناس والنداء الأول في القرآن يقول يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فكرامة الإنسان مراعاة في هذا الدين وهو مركز ومحترم في هذه المسألة يعني دمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم إلا بحقها إلا إذا ارتكب ما يوجب سفك دمه أو ما شبه ذلك من الأحكام فالقصد هو أن الإنسان مكرم عموما ولكن هذا التكريم في أحكام الدنيا هنا هذا التكريم يعني نحن حينما نقرأ هذه القصة الجميلة التي يعني وقف فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي شريح القاضي يخاصم يهوديا فسوى شريح بين أمير المؤمنين وبين يهودي فهذه المسألة المقصودة أن كرامة الإنسان محفوظة في هذا الدين وأن الإنسان هو المركز ولكن الإنسان هذا جزء من وضعه في المركز في الرؤية الإسلامية أنه حر في اختياره وأن الذي يحاسبه على اختياره الديني هو الله جل وعلا الذي سيحاسب المشرك على شركه واليهودية على يهوديته وهؤلاء النسوى الله لكن حتى نحدد معذرة دكتور حتى ربما يلتبس على بعض السادة المشاهدين يعني كرامة الإنسان في الإسلام محفوظة ليس بإطلاقها وإنما من منظور العدالة العدالة هي التي تحفظ الكرامة وليس لمطلق الكرامة يعني ممكن أن الإنسان أن يكون مثلا فاجرا هل هذا كرامته محفوظة مثلا إذا اعتدوا إذا فجروا إذا كذا إلى آخره إلا بحقها مسألة المقصود بالكرامة ليس أن نترك الجامح يجمح ولا المعتدي يعتدي ليس هذا المقصود مقيد المسألة بل بالعكس إن معاقبته هي مصلحة له حتى لا يجمح أكثر إن الظالم إذا ترك لبنه وإلجابروته وتعديه على الناس سيستمر في هذا الطريق أما إذا يعني أمسكنا به ومنعناه من أو عاقبناه أو حتى شرعنا القوانين أو قلنا له إن الإسلام يعاقب المجرم بهذه العقوبة والقاتل بهذه العقوبة والسرق بهذه العقوبة فهذا من شأنه أن يكف يد هذا الظالم عن أن يستمر في عدوانه طيب السياسة هي تدور مع المصلحة وجودا وعدما هنا في الإسلام كيف يمكن أن تتحقق المصلحة السياسة وظيفته هي حماية بيضة الدين ثم كيف يمكن أن تدور مع المصلحة وجودا وعدما كما تعرف السياسة اليوم وهذا أعطيه مثلا دكتور إذا ذهب الجيش الإسلامي إلى دولة ليست مسلمة وفتحها فكان المسلمون أقلية فيها وأهل هذه البلاد وهذا حصل في التاريخ وأهل هذه البلاد كلهم غير المسلمين كفار مثلا كيف تكون السياسة في هذه الحال وهي وظيفته حماية الدين في دولة شعبها ليس مسلما يعني هل يمكن أنه كيف تحقق المعادلة هنا هو عادة هذه إذا يعني ساد المسلمون في مكان أغلبيته غير مسلمين دائما هذا عرف سياسي عالمي لعله متوارث من قديم أن الغالب هو الذي يفرض سلطانه على المكان الغالب يفرض سلطانه على المكان ويفرض سياسته على المكان ويفرض قوانينه على المكان هذه مسألة يعني نحن نجد مثلا احتلال فرنسي مثلا للجزائر أي قانون كانوا يطبقون كل الاحتلالات الغربية للعالم الإسلامي ماذا كانوا يطبقون من القوانين هل كان الإسلام احتلالا للدول التي ذهب لا أنا أقصد السيطرة يعني معنا السيطرة نحن نقول أن هناك تغالباً دائماً بين القوة قد تكون هذه القوة شريرة وقد تكون قوة صالحة لكن بعض القوانين مشتركة بينها أن الغالب دائماً هو الذي يفرض رأيه ويفرض موقفه ويفرض ثقافته ونحن الآن مثلاً هذا العصر ليس استثناء من هذه القاعدة لماذا؟ لأن الغرب يفرض سيطرته ويفرض كلمته الغرب حتى وإن كان ديمقراطياً في داخل بلاده فهو مستبد ظالم يعني متعد في سياسته الخارجية وهذا هو الذي يعني هناك كلمة مشهورة لتشيرشيل رئيس الوزراء البريطاني الحرب العالمية الثانية يقول لقد ارتكبت من الجرائم في خارج بريطانيا ما لو حسبت عليه في داخلها لا سجنت بدل حياة هذه المسألة هي رمزية للسياسة الدولية وهذا يقودنا إلى الحديث عن البراجماتية يعني كثيراً ما تجد في السياسة الآن وهذا الذي تحدث عنه تشيرشيل هو يندرج تحت عنوان البراجماتية كثيراً ما تقر السياسة الدولية الآن بأن هذا الرجل هذا الرئيس أو هذا الملك براجماتي هل يقر الإسلام هذه الظاهرة البراجماتية الذرائعية هو البراجماتي النفعي الذي يبحث عن مصلحة لو تصادمت هذه المصلحة مع حق شخص آخر أو مع خلق أو كذا هنا تكون مشكلة يعني لا نريد أن نفهم رفضنا للنظرية البراجماتية بشكل عام أننا نرفض تفصيلاتها هناك بعض الأشياء المهمة في بعض النظريات الغربية حتى الماركسية نفسها فيها بعض العناصر الجيدة التي لا يرفضها الإسلام حتى هناك الدكتور المسيري رحمة الله عليه يعني يشير إلى مسألة المهمة وهي أن العلمانية ليست كل عناصرها مرفوضة في الإسلام يعني رعاية المصالح الآنية الحالية للخلق من الذي قال إن الإسلام يرفضها فبالتالي لا نريد أن نظهر الإسلام على أنه رؤية مناقضة تماما لهذه النظريات بل هو يأخذ أو يجتمل على العناصر الصالحة فيها فإذا كانت البراجماتية معناها يعني مراعاة الفوائد والمنافع بهذا المعنى موجودة عندنا بهذا المعنى لكن النظرية البراجماتية في شمولها في إيمانها بالمصلحة الآنية فقط وطبعا في التطوير الأخير عند جون ديوي هكذا يعني إلغاء الجزء المورائي من النظرية والإيمان بالفائدة الغيبة آه الإيمان بالفائدة الآنية والنفعية الحالية السريعة هذه هي النظرية وعقصة طبعا لا شك في ذلك ولكن لا نريد أن نقول أن الإسلام ليس فيه مراعاة للشؤون الآنية والشؤون اليومية للبشر طبعا وهذا لم يقوله أحد وصلنا إلى الحديث عن العلاقة بين السياسة والأخلاق وهذا جوهر هذه الحلقة بعد الفاصل نعاود الحديث بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن السياسة وعلاقتها بالأخلاق في التصور الإسلامي وحديثنا دائما في هذه الحلقة مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ المنطق وعلم الكلام مجدد الترحيب بكم دكتور أهلا وسهلا بكم ثمت منهج سياسي يفصل بالكلية بين السياسة وبين الأخلاق وربما رائده هو ماكيفيلي صاحب كتاب الأمير الشهير الذي نظر لقضية أنه من أجل تحقيق الهدف كل الوسائل متاحة بغض نظر عن العامل الأخلاقي نريد هذا يقودنا إلى السؤال عن الحدود التي تشتبك فيها سياسة بالأخلاق في التصور الإسلامي نعم العلاقة بين الأخلاق والسياسة تكد تكون كالعلاقة بين العام والخاص بمعنى أن الأخلاق هي المنظومة العامة التي تحكم سلوك الإنسان نحن لنا سلوك فعل وتصرف ما تصرفه في مواقفنا فهذا يبدو في هذا الموقف غضوبا وهذا يبدو حليما وهذا كريم وهكذا تبدو مواقف متنوع هذا سلوكنا الذي يظهر أمام الناس هذا السلوك يتكئ أو يقوم على منظومة أخلاقية منظومة الأخلاقية هي ممتدة من الشريعة والقرآن كم تحدث والسنة كم تحدثت وكم ظهر في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق عظيمة وجليلة فالمنظومة واضحة جدا فهي عامة تشمل سلوكنا كله سواء كنا نتعامل في بيوتنا مع أولادنا وأهلنا في شوارعنا في أي مجال السياسة مجال خاص السياسة جزء من الحياة أما الأخلاق فهي ممتدة متسعة لتشمل كل سلوكنا السياسية وغير السياسي السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بشكل عام تمام؟ لكن السياسة هي جزء من النشاط العام الذي يقوم به المجتمع ذلك لأن مصالح الناس كما بدى يعني كما يعني يدرس في العلوم الاجتماعية أن الناس بدى لهم من خلال التجربة الحياتية أن الاجتماع كما يقول الإنسان حيواني اجتماعي كما يقولون بادى له أن اجتماع الناس بعضهم إلى بعض هو الذي يضمن مصالحهم فالناس يتبادلون المصالح أنت طبيب وأنا مثلا معلم أنت كذا وأنا كذا فيتبادل الناس المنافع بهذه المسألة ويتصاهرون ويتقاربون وكذا إلى آخرين كما يقولون الناس بعضهم لبعض خدم فهذا التبادل في المعاملات شامل وعام لكل المجالات الأخلاق تتدخل في كل نقطة في هذه المسألة لكن السياسة انشئنا أن نقول هي مقطع من مقاطع الحياة يتعلق بهذا الشأن العام للدولة هناك شخص ومؤسسات تحكم مجتمعا كما هم فهم الدولة شخص ومؤسسات هي التي تتولى حكم الدولة وتتولى عملية التشريع وعملية القضاء وعملية التنفيذ فهذه المؤسسات وهذه السلطات تدير الدولة جزء من الحياة أما الأخلاق فهي الغطاء النظري العام الذي يظهر في سلوكنا ومنه مجال السياسة فإذا لا يخرج مجال السياسة في الإسلامية عن هذه التغطية العامة التي تقوم بها الأخلاق فلكن طبعا كل مجال تظهر فيه مجموعة أخلاق خاصة مثلا مجال الاقتصادي ما هي أهم الأخلاق التي تبدو وتظهر في مجال المجال الاقتصادي الأمانة مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سماح في المعاملة سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى قاعدة عظيمة في البيع والشراء طبعا وكثير هناك أقصد أن هذا المجال هو الذي حدد الأخلاق التي تناسبه مجال السياسة له أخلاقه كما يبدو هناك رجل مؤتمن ومؤسسات مؤتمنة على مصلحة أمة كاملة فما الأخلاق التي تدير هذا المجتمع العدالة والشورى وما شبه ذلك من الأخلاق التي ينبغي أن يرعيها السياسيون قد يأتي ربما لو أردتم أن أفصل هذه النقطة ما الأخلاق التي يمكن أن تحكم مجال السياسة سنأتي في المحور الأخير على هذا لكن أريد منك دكتور لو تفرق لنا علاقة الأخلاق بالسياسة سواء كان في المجال الدولي السياسة الدولية في الدولة الإسلامية أو في المسألة الداخلية في السياسة الداخلية صور هذه العلاقة بين السياسة وبين الإسلام سواء على مستوى الدولي أو على مستوى الداخلي نعم طبعا طبيعة العلاقة هي التي تحكم طبيعة الأخلاق المختارة بمعنى يعني مثلا هناك يعني معاهدة بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة هذه المعاهدة رعايتها وحمايتها والحفاظ عليها والأمانة في صونها تجبع علاقة الحاكم بشعبه يعني الله تعالى قال ولا ينقضون عهد الله من بعد ميثا يعني وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا آيات كثيرة تشير لهذه المسألة الوفاء بالعهد وكذا هذا ليس فقط في إطار المؤسسات الحاكمة والرئيس والشعب فقط ولكن حتى في الإطار الخريج لكن إذا كان الشعب الآخر شعبا معاديا فهل مثلا يجب أن أصدق معه في أن أشير إلى كل ما عندي وإلى كل ما أملك من أسس القوة وأن أكون صادقا بمعنى أن طبيعة العلاقة التي تحكم هذه المسألة هذا عدو وليس من العقل أصلا أن أكشف له عن مصادر قوتي ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشر فيه إلى أنه لا كذب في ثلاث ثلاثة أمور منها الكذب على العدو هذا يعني إذا خدعت العدو وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حديث صحيح الحرب خدعة إذا كنت أحارب العدو فأقول له أنا أخطط في كذا وكذا هناك إطار أخلاقي واضح جدا في هذه المسألة طيب هناك آية في سورة الأنفال تقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء هذه الآية الكريمة التي كان يعجب اللغويون من فصاحتها وبلاغتها ومعناها العظيم تشير إلى أنني عهدت قوما وأنا أخاف أن يكونوا قد نووا نكث العهد أخاف منهم الغتر هل من حق أن أذهب إليهم وأباغتهم في أماكنهم أو فاجئهم حيثهم ليس من حق هذا القرآن يشير إلى هذه المسألة فإما تخافن من قوم تخافن يعني في نفسك هواجس وشقوك من دون قراء وهناك أشياء مريبة لكن نستم متحققا ليس لي هذا الحديث هذا الخطاب كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه قيل له فانبذ إليهم على سواء أي أعلمهم أعلمهم بهذه الأشياء التي في صدرك وهذه الهواجس التي في نفسك وأنك بسبب هذه الهواجس لا أستطيع أن أبقى على عهدي معكم لأنكم مريبون بهذه الطريقة فإلى هذه الدرجة ترعى الأخلاق ولكن تنزل الأخلاق منزلة الموقف والحالة التي نراها فالعلاقة بعدو محارب غير العلاقة بعدو محايد غير العلاقة بعدو معاهد هذه المسألة الإطار الأخلاقي لا يسقط أبدا الإسلام لا يعرف القاعدة التي ربما أشرتهم إليها في كلامك يا ذيلي أن الغاية تبرر الوسيلة أنا أريد أصل إلى الحكم مثلا فالأفعل ما أشاء هذا كلام الخطير لا يوجد هذا الكلام لا يوجد هذا الكلام في المفهوم الإسلامي بل يعني نقيده هناك قصة مشهورة جدا يعني في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أن المسلمين دخلوا سمرقند أو ما شبه ذلك من مدن الشرق دون أن يعلموا أهلها ودون أي شيء بغتة فأخرجوا منها يعني الحكم قاضي المسلم القاضي المسلم حكم في إخراج المسلمين منها هذا يشير إلى أن إلى أن رعاية الأخلاق مسألة فضاية الأهمية يعني لكن الأخلاق هنا في علاقتها بالسياسة سواء كان داخلين أو خارجيين لها صفة ملزمة أم صفة تحسينية لا شك أن المسألة يعني الناس أحيانا ينبرون إلى الفرائض على أنها الصلوات والزكوات وما شبه ذلك الأخلاق فروض بل بعض الأخلاق أفرضوا من الصلوات يعني الأمانة أفرضوا من الصلاة أفرضوا من الصلاة يعني يعني وحد خائن في كل في معاملاته أسوأ من تارك الصلاة دعك من تارك الصلاة أن تارك الصلاة يختلف على كفره وإيمانه يعني الخائن في أمانته أسوأ من تارك الزكاة في مسألة السياسة تحديدا في مسألة السياسة إدارة الدولة سواء في العلاقات الخارجية أو حتى في إدارة الدولة الداخلية الأخلاق بالنسبة لممارس السياسة للحاكم للخليفة للسلطان ملزمة أم مسألة مستحبة مراعاة الجانب الأخلاقي في إدارة البلاد كما أن في الشعائر كما أن فيها فروضا وسننا وكذا كذلك في الأخلاق فيها هذه الأبعاد الموجودة لكن الأخلاق الأساسية واجبة يجب مراعا الأخلاق الأساسية والكبرى والتأسيسية يجب مراعاتها والحفاظ عليها والالتزام بها بشكل كبير تحدثت عن نتفن من صور العلاقة بين السياسة والأخلاق في التاريخ الإسلامي لو حبذ شيء من التوسع في إبراز هذه الصور لماذا حتى تظهر على أنها ليست حالة استثنائية وإنما هي سمة مميزة للسياسة الإسلامية عبر التاريخ صور هذه العلاقة بين السياسة والأخلاق في التاريخ الإسلامي سواء في إدارة الرعية أو في إدارة العلاقات مع الدول الأخرى والأمم غير المسلمة نعم هذا طبعا موجود حتى في أيام رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المسألة صلى الله عليه وسلم فمثلا أول قتال وقع في الإسلام هو كان في سرية نخلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة لكي يبحثوا أو ينظروا في الأخبار فقط وكان هذا في أول ليلة من شهر الرجب شهر حرام يعني فبعض الصحابة رضو الله تعالى عليهم وهو عبد الله بن جحش كان يقود هذه رضي الله تعالى عنه شهيد أحدة مشهور كان يقود هذه السرية فالصحابة يعني وجدوا أننا اقتربنا من الدخول حدود الحرام وأننا اقتربنا أيضا من دخول الشهر الحرام فتسرعوا وقتلوا يعني أحد المشركين المهم أن الكفار بدأوا يعني يشهرون بالمسلمين يقولون قتلوا سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام وفي حدود الحرام ورحوا يشهرون بهم يعني لو أن المسلمين يعني يمارسون طريقة الإعلام المعاصر في الفطح والرد بالصوت العالي حتى ولكننا مخطيين لقيل إن الإسلام لا يرعي الأخلاق لكن نزل القرآن القرآن نفسه نزل لكي يؤكد أن هذا خطأ ولكنه رد على خطأ الآخرين بوضوح الله عز وجل يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لن نقول لكم إنكم أحسنتم حينما تسيئون سنقول لكم أسأتم فالقرآن يقول لهم هذا الكلام قل قتال فيه كبير ولكنه يرد على هؤلاء إذا كان هؤلاء المسلمون قد أخطأوا وتسرعوا في هذه المسألة فإنكم ارتكبتم أخطاء أكبر من هذه وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل استدراك على الكافرين نعم نحن لا نمكر أن هؤلاء نفر من الصحابة رضو الله تعالى عليهم قد تسرعوا في أنهم قتلوا هذا المشرك وأسروا اثنين آخرين نحن لا ننكر هذا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المغيرة ابن شعبة قاتل بعض الناس كان في أيام الشرك يعني قاتل بعض الناس واخذ مالهم ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أسلم وقد فعلت كذا وكذا قال أما مالك فلا حاجة بنا إليه وأما إسلامك فنقبل أو كما قال فانظر واحد جاء بثروة فالمسلمون يقولون فرصة نأخذ هذه الثروة ونكسبها نضمها إلى بيت المال أو إلى دعم الجيش المسلم أو كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قابل منه شيئا ورد الآخر أيضا سيدنا حذيفة بن اليمان في غزوة أحد أحد تقريبا المهم سيدنا حذيفة كان متجها وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضو الله عليهما ليسلم في المدينة وهم من عبس قبلة عن طرى بن شدات كان متجهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلن إسلامهما فلقيهما جيش المشركين فقال المشركون لهما أنتم تريدون محمدا قالوا لكن لا نقاتل معه فأخذ المشركون العهد على الصحابيين ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا إلى رسول الله ذهب الصحابيين سيدنا حذيفة أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلماه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فقال نفي بعهدنا أو كما قال فانظروا إلى هذه المسألة أنت في قتال وجيش ومعك مقاتلان شجعان من قبيلة مشهورة بالقتال ظلت تقاتل أربعين سنة في عارك وكذا فهم من الشجعان ولكن المبدأ والخلق لا يداس بالأقدام لا يداس بالأقدام ونستطيع أن نذكر من السيرة فقط كثيرا جدا من يعني مثلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قتل أمرأة في معركة فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه المسألة قال ما كان لهذه أن تقاتل لماذا قتلتم هذه المرأة ما كان لهذه أن تقاتل وفي بعض المعارك أحد الصحابة رفع سيفه ليقتل فكشفت امرأة عن نفسها فالصحابي قال يعني أصون سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أقتل به امرأة ولم يقتلها وهكذا الأخلاق تتجلى دون أن يكون هذا هذا الإنسان الخلوق مغفلا دون أن يكون مغفلا نحن لا نعني بالأخلاق أن يكون الإنسان مغفلا يعني لست بالخب والخب يخدع لست بالخب والخب ويخدعني يعني ليس ماكرا يمكر بالناس ولكنه أيضا منتبه إلى الماكرين ويفهم سلوكهم وتصرفاتهم السياسة تعمل في إطار من السلطة وحينما تحضر السلطة يعني إذا صح التعبير تلتهب الغرائز حب المال حب السيطرة حب التحكم حب البطش وهذه الغرائز مركوزة في الإنسان كيف يمكن إدارة السياسة في ضوء يعني ما الآليات التي وضعتها وضعتها الشريعة الإسلامية الآليات الأخلاقية لتنظيم عملية السياسة وضبط الغرائز فيها هو الحقيقة لجب أن نفهم أن الإسلام حينما حكم مجال متغيرا كمجال السياسة حكمه بكليات يعني مبادئ عامة ولكن يعني دعا الناس إلى أن يجتهدوا في صياغة الصورة التي تكون عليها الحياة السياسية اجتهادية قضية اجتهادية معم قضية اجتهادية يعني طريقة الأداء الآليات وهذه الأشياء الإسلام دعا إلى أن تكون هناك آليات وكل الناس يجتهدون في هذا الإطار يعني ما الفرق بيننا وبين في صيغة الحياة السياسية بيننا وبين الغرب مثلا الفرق أن هناك مجموعة من المبادئ العامة التي يجب أن نرعيها شرعا ودينا يعني حينما يرعونهم مسألة الديمقراطية ويعني أخذ رأي الناس وكذا هم يرعونها مصلحة وحتى تنتظم الحياة أما نحن فنرعيها أولا طاعة لربنا جل وعلا ثم في المقام الثاني أن نبحث عن نوع مشاركة الناس في صناعة هذه الحياة فلذلك من وضوع الأليات يعني مثلا قد نستفيد من غيرنا وقد نستفيد من تجاربنا القديمة هذه المسألة مفتوحة مثلا مسألة أهل الحل والعقد يعني بعض الناس يشبههم بالبرلمانات مثلا فكان البرلمان صورة متطورة الناس يختارون والمسألة في الحاجة إلى صيغة أكبر قدر من الاحتياطات حتى نحمي المجال السياسي من الطغيان والاستبداد طبعا يجب أن نلاحظ شيئا وهو أن الحكم في الإسلام لا ينبغي أن يفهم على أنه حكم فرد لرعية واسعة لا يشاركه في الرأي أحد ليست المسألة هكذا حتى لو كان إماما راشدا حتى لو كان إماما راشدا وهذا حدث في أهدي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وحتى في أهدي علي بن طالب والتطوير الحديث للمسألة في شكل المؤسسات الحاكمة أيضا البرلمانات ومجالس الشيوخ وكذا هذه الأشياء هذه صورة الإنسان يجتهد لكي يصل إلى هذه الصورة التي تكبح جماح الفردية والديكتاتورية الفردية فهذه احتياطات إنسانية يحاولها كل الناس طبعا نحن لا نغفل عن مسألة مهمة وهي أن الأمم تتدرج في القوة وتتدرج في الضعف وإن لم تستدرك نفسها فستظل تضعف حتى تسقط هذا يحدث الأمم وأشار إلى ذلك النظار والكتاب بن خلدون وغيره إلى أن مع الشيوع الرفاهية بين الناس تضعف فروسيتهم وقوتهم وعصبيتهم التي يتمسكون لأجلها وبالتالي تسقط الأمم تدريجيا إلى أن يستولي عليها الاستبدال وهذا ملحوظ حتى في الغرب الآن التجارب الغربية تتعرض لأنواع من الإفساد الكبير الأسماء كثيرة اكتشفوا أن أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين أخذ رشوة من حاكم عربي ساركوزي بالتحديد أخذ رشوة من القذافة حتى يدعم حبلته الانتخابية مثلاً والرجل الآن في أمريكا نفس هذا أمر متواصل ومستمر لكن هذا يقودنا إلى السؤال دكتور من الذي يؤثر بالآخر ويقوده السياسة تؤثر بالأخلاق وتقودها وتحميها أم الأخلاق هي التي تقود السياسة وتحدد لها مسار عملها الأصل هو أن المفاهيم التي يحملها الإنسان والقيم التي في رأسه التي تحدد نشاطه والسلوك نشاط والسياسة نشاط أو سلوك لكن أحياناً إذا طغت الشهوة على الإنسان وحب السلطة فإنه يعكس المسألة بمعنى أن نحن نعرف أن الإنسان كائن أخلاقي كما يقولون هذا الكائن الأخلاقي يعني له سلوك معين يختلف عن سلوك الحيوان يرعي مبادئ معينة في تعاملاته مع غيره وكذا هذه المرعاة من أين تأتي؟ من خلال إيماني أنا بهذا المبدأ أنا أؤمن بالآن بأن الأمانة شيء جيد بسواء إيماني بالله عز وجل أو بسواء آخر عند غير المسلم أنا أصدق بأن الصدق شيء جميل سواء كان هذا من متدين أو غير متدين فهذا الإيمان وهذه العلاقة النفسية بيني وبين هذا الخلق وهذا السلوك وهذا الخلق هو الذي يؤدي به إلى أن أكون أميناً وإن لم يكن علي رقيب يؤدي به إلى أن أكون صادقاً وإن حاول الناس تكذيب مثلاً فإذن العقل المملوء أو النفس المشبعة بالأخلاق الكريمة هي التي تلجع إلى مراعاة حينما تسود لكن المطامع قد تأخذ بالإنسان بعيداً وقد يكون الإنسان صالحاً فإذا تمكن فسد حاله ومطامع الدنيا أخذته بعيداً وهذا موجود في شواهد التاريخ هذا الإنسان قد يكون بسيطاً هيناً سهلاً ولكن إذا تمكن في السلطة بدأ منه ما لم يكن يتوقع على الإطلاق والنموذج الصالح ونموذج الفاسد موجود في كل الثقافات والحضارات الإنسان ذكرت قبل قليل كائن أخلاقي هذا ربما أخذته مثلاً من مدرسة غربية مصطلح فلسفي لكن ربما هناك رأي آخره ربما الأكثر شيوعاً أن الإنسان كائن عقلاني وهنا فيه اختلاف إذا ما كان عقلاني أم أخلاقياً هل الإنسان كائن عقلاني؟ لأنه إذا كان عقلانياً فليس بالضرورة أن يقيم وزناً معتبراً للأخلاق هل الإنسان كائن عقلاني أم أخلاقي؟ والإشكالية هو أن المنطقيين لأنهم يعالجون المسائل العقلية أرستو قديماً قال الإنسان حيوان ناطق أي مفكر يقصد هذا فرعى تخصصه أما المدرسة الاجتماعية الفرنسية فقالوا الإنسان حيوان أخلاقي طبعاً تأثروا بأرستو ولكن نقلوا إلى مجانهم والمقصود أن له نطاقاً معيناً من السلوك يسلوكه مثلاً على سبيل المثال الكلام عن أخلاق الجيدة وغير الجيدة مثلاً نرجسية في بعض الناس حب أن يكون ممدوحاً وكذا يعني هذا السلوك الذي يبدو على الإنسان يأخذ صورة مختلفة عند الناس قد يأخذ صورة تواضع أحياناً يأخذ صورة استكبار أحياناً يأخذ صورة زينة أحياناً لكن هو نوع من السلوك الذي يختلف فيه الإنسان عن الحيوان وهكذا الأخلاق الحميدة والأخلاق السيئة فالقصد والإشارة إلى أن كل صاحب المجال يعني بعض قد يقول الفيزيائيون أن الإنسان جسم فيزيائي وقد يقول علماء البيولوجي أن الإنسان عبارة عن كائن حي لكن النظر الإسلامي نظر عام هذا الذي يقولون نظر مركبة تنظر إلى كل هذه المجالات على السواء والعقل لا يناقض الأخلاق عندنا بل إنه يعني العقل منطلق غالباً ولكن تحكمه يعني مثلاً سبيل المثال أنا أتاجر مثلاً عقلي قد يعني يأتي بألف فكرة كثير منها يدوس على الأخلاق هذا النوع من التجارة لا بد أن أغش فيه هذا النوع من التجارة لا بد من أن كذا إلى آخره فهنا تأتي الأخلاق لكي تحكم الأفكار حتى تشذب هذه الأخلاق لا لكي تلغيها وإنما لكي تحذف منها العناصر الضارة إذن أفهم منك أن الإسلام يعني السياسة في الإسلام تتباين وتختلف جذرياً مع السياسة في الغرب أنها تنطلق من مرجعية أخلاقية ملزمة السياسة في الإسلام نعم هذا جانب مهم ولكن ربانيتها طبعاً هذا جانب أساسي أولي هو أن هذه الأخلاق العمل بها شريعة ودين أما العمل في الغرب فهو حسب رعاية الفصالح التي يرونها ولذلك هناك فصل بين القانون والأخلاق عندهم القانون شيء والأخلاق شيء نحن ضبطنا القانون في الفقه ولكننا لم ندس على الأخلاق هذه مسألة مهمة حتى لا يظن أن المسلمين الدرويش كما يقولون ويعني ناس الجانب القانوني لم يضبطوا لا بالعكس الفقهاء ضبطوا الجانب القانوني في تصرفات الناس ولكنهم لم يلغوا الجانب الأخلاقي والعالي لو الوقت يسمح يعني قاتل النفس عمداً وخطأاً مثلاً الشريعة فيها قانون واضح جداً هناك أدل تدل على أن هذا تعمد وأن هذا لم يتعمد هناك أدل لوحد ضرب واحد بشيء لا يقتل فيقال فقتله فيقال هذا قتل ليس عمداً هذا قتل خطأ فترعي قانون مضبط جداً يعني الذي يقرأ الفقه الجناء يجد هذا الضبط لكن هل هذا مقبول الاعتداء بشكل عام مقبول مرفوض على الجملة سواء كان قصد الضارب القتل أو لم يقصده فالإطار الأخلاق يشبه الهواء والماء الذي يوجد في هذه الأرض نحن محاطون بالماء والهواء في هذه الأرض فكذلك الأخلاق حيثما ذهبنا فالأخلاق معنا لا تترقنا لا نقول يعني يروع عن أحد الخلفاء أنه كان فقيهاً قارئاً للقرآن يروع هكذا وإن كان الإمام الذهب يضاعف هذه الرواية عن عبد الملك بن مروان أنه يوم جاءته الخلافة بعد أن توفي أبوه مروان بن الحكم قال أغلق المصحفة وقال هذا آخر العهد بيني وبينك وكان فقيهاً مشهوراً لكن هذه القصة يشكك فيها بعض الناس بعضهم يقول يعني سأنتغل عنك وعن الفقه وعن العلم بالسياسة يعني فلا يمكن أن يخلو يعني الإنسان من مسؤولية أخلاقية إلا وهو نائم إلا هو غائب عن الوعي يعني أما إذا كان يقضاً متنبهاً فهو مسؤول أخلاقياً يعني هل هناك أعظم من أن يقال إن الإسلام الإنسان مسؤول عن سلوك بهيمته هذه البهيمة ليست مسؤولة بهيمة دست على إذا كان في وقت الناس ليس متبهين فيه هذا باب فقهي مخصص لهذا وهذا يمثله قول عمر والله لو أثرت شاته في العرب لخشيته أن يسأل عنها عمر هذا سؤال النسولي عظيم جداً نعم هذا يعكس فقه إسلامي طبعاً الخلق فقه وصلنا إلى الحديث عن القيم الأخلاقية الكبرى بعد الفاصل سنتحدث عن القيم الأخلاقية الكبرى التي ترسم الإطار العام للسياسة في الإسلام لكن بعد قليل وقفة أخيرة تسبيق استكمال هذه الحلقة سنتحدث عن القيم الأخلاقية الكبرى أهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور نبيل إذا ما كانت السياسة لا تدور إلا في فلك الأخلاق ولا يمكن أن تنفصل عن الأخلاق هنا السؤال ما أبرز القيم الأخلاقية الكبرى التي تحدد إطار السياسة أو أمهات القيم الأخلاقية التي ترسم إطار العمل السياسي في الإسلام نعم طبعاً أنا ذكرت قبل قليل أن طبيعة المجال هي التي تحدد الأخلاق المرتبطة به لا يعني ذلك أن يتنازل الشعب أو الحاكم أو المؤسسات الحاكمة عن بقية الأخلاق وإنما أقصد أن طبيعة المجال تحدد الأخلاق الكبرى فيه أول هذه الأخلاق والعدالة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشها أن تفعل طبعاً لقطع من محمد يده صلى الله عليه وسلم فالعدالة هنا مطلقة ونحن نقرأ في الكتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام الحد على ابنه ونقرأ كذلك أن عمر بن الخطاب يعني عاقب عمر بن العاصي بسبب ضرب ابنه لابن القبطي والقبطي هنا لعلها لا تعني أنه نصراني بالتأكيد ربما يكون مصرياً قبطي معنى مصري المهم والعدالة في الإسلام مطلقة مطلقة بمعنى أن الحاكم الفرق بينه وبين الناس وأنه كالمدير في المؤسسة له حق الطاعة في إطار إدارة هذه الدولة وفي نطاق الشريعة نفسها أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذن أول شيء أول خلق وأبرزها وأكبرها هو العدالة أنه ليست العدالة فقط في تطبيق القوانين ولكن في إتاحة الفرص للناس لا ينبغي للحاكم أن يصطفي ثلة من التجار ورجال الأعمال لكي يعني يضع في جيوبهم وأيديهم وحساباتهم البنكية اقتصاد الدولة وإنما يجب أن تتيح الفرص للناس سيدنا عمر يعني حينما تولى الخلافة جمع أهل بيته وحذرهم أن يخالفوا يعني أو أن يعتدوا على شيء وهددهم بأنه سيعني يوقع العقوبة بهم ضعفا ضعفين يعني أكثر من الناس فالعدالة هنا هي هذا الوتد الذي تربط به السياسة الإسلامية ليس هذا سنة بل هو من أوجب الواجبات قبل أن تكمل هذه النقطة مهمة فقط على الهامش العدالة في الإسلام هي نفسها العدالة في الغرب هو العدالة في الغرب لها يعني هي يعني ربما نستطيع أن نقول أن المنظومة الماركسية لها رؤية والمنظومة الرأسمالية لها رؤية فالرؤية الغربية الرأسمالية العدالة في الجانب الاقتصادي تحديدا هي إتاحة الفرص للمجتهد دون مراعاة للضعيف فيها شيء من كيف نسوي المجروح العدالة كيف نسوي المجتهد بالضعيف وكذا أما العدالة الماركسية فهي التسوية بين الناس حسب حاجاتهم والكل مطالب أن يجتهد في يعني أولا ليست هناك ملكية شخصية وإنما هناك ملكية عامة للدولة والقصد هو تركيز الثروة في يد الحزب طبعا وليس في يد الدولة بمعنى الدولة العامة يعني نعم والناس حسب حاجاتهم أنت تجتهد مطالب أن تجتهد إلى أقصى درجة ولكنك تعطى عليك حسب حاجاتك أنت مجتهد جدا وعندك ولد واحد فتعطى على قدر حاجاتك وهذا نقص في العدل طبعا هذا ليس عدلا وهذا الآخر ليس عدلا أيضا إذن العدالة بالمفهوم الإسلامي العدالة بالمفهوم الإسلامي طبعا أنا أريد أن أقول شيئا أيضا هو أن في الجنب الأخلاقي عموما ليس الغرب خاليا من الأخلاق الجيدة نريد أن نقول هذا الكلام يعني هناك فلاسفة ومفكرون كثيرون يعني الذي يدرسهم يجد أنهم اهتموا بالمسألة الأخلاقية يعني قديما وحديثا منهم مثلا أفلاطون قديما وأريستو ومنهم كانت إيمان ويل كانت له كتب كثيرة في متفزيق الأخلاق وما شبه ذلك المهم أن العدالة هي أساس وتدون ترتبط به السياسة الإسلامية الداخلية والخارجية أيضا نعم يعني مثلا نحن الآن نتكلم عن قضية الخلافات حول غاز الشرق المتوسط وكذا الإسلام يؤمن بالعدالة في هذه المسألة دولة لها جزيرة مسروقة تريد أن تقاسم اعتمادا على هذه الجزيرة أن تقاسم غازا مع دولة كبيرة قريبة منها على أي حال يعني أنا أشير إلى العدالة مطلوبة في هذه المسائل ونحن رأينا أن الظلم في السياسة الدولية أدى إلى حروب جديدة ظلم ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى واقتطاع أراضي منها يعني معاقبته ومعاقبة شديدة أدى إلى دور هتلر وانتقامه من العالم ليس انتقامه من الدول الحلف وحدها هنا أهمية العدالة تكمن نعم وكل ظلم سيؤدي لهذا يعني الآن الظلم الذي وقع على تركيا مثلا بعد الحرب العالمية الأولى الآن الناس يرفضون هذا الظلم سيقوى الضعيف ويطالب بحقه بعد ذلك فالعدالة ليست فقط في السياسة الداخلية ولكنها أيضا في السياسة الدولية العدالة يعني أنت تحدثت عن العدالة كقيمة كبرى هل ثم تقيم أخرى تحكم السياسة في الإسلام؟ الشورى طبعا الشورى الأمر ليس قائما على كيم أخلاقين طوال نتحدث نعم هذه يعني قيمة يعني النظر إلى الناس على أنهم بشر لهم حق المشاركة هذه تعكسها الشورى تعكسها الشورى وهذا خلق ليس مجرد فكرة عامة ولكن أنت حينما تشرك الآخرين معك في الرأي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك احترام العقول البشرية الأخرى التي لها يعني قدرة على أن تضلي برأيها فهذه الشورى أيضا بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون شغل هذه المسؤوليات في الدولة سواء كان في البرلمانات أو في الرئاسيات أو ما شبه ذلك لا ينبغي أن يكون بطريق القصر والإرغام والإجبار وإنه بطريق الإشراك الآخرين في الاختيار من يدير الشئ الدفة العامة للدولة وأما ما يسمى بالمتغلب المتغلب آثم إذا كان المتغلب حتى لو كان صالحا هو آثم آثم ما دام قد يعني داس على مبدأ من مبدأ الإسلام طبعا إذا قلنا كان هناك فوب وكذا وهو حاول أن يجمع هذه المسألة أخرى وينبغي أن يسلم الأمر إلى الأمة مرة أخرى كي يحفظ هذا المبدأ وهذا الأصل أيضا من الأشياء المهمة من الأخلاق المهمة في جانب السياسة خلق ما يسمى بالمساواة كنت سأسألك عن المساواة هل يقرر الإسلام المبدأ المساواة؟ في أصل الخلق لا مساواة في أصل الخلق الله نوع الناس وفاوت بينهم في كل شيء أو في أغلب الأشياء لكن في أمام القوانين وأمام هذه الأشياء فهناك مساواة بين الناس يعني في أصل الخلق الله شاء أن يكون الخلق متفاوتين لا تجد رجلا كرجل ولا امرأة كمرأة ولا الأمور متفاوتة بين الناس حتى يتكامل الناس ويتفاعل المتساوون المتشابهون لا يتفاعلون لأنه لا حاجة بأحدهم إلى الآخر متشابهون المتساوون ليس عند أحدهم شيء إلا هو عند الآخر أما جو التفاوت وهو يعني وأشار القرآن إلى ذلك إلى اختلاف ألسنتكم وألوانكم فالاختلاف نفسه إن في ذلك الآية للعالمين الاختلاف نفسه مقصود يشير أولا إلى عظمة الإبداع الإلهي يشير ثانيا إلى هذا التفاعل ثم التنوع نفسه يعطي الحياة مذاقات مختلفة نحن مثلا لو أن الله عز وجل كيف يتحقق المساواة هنا؟ المساواة ألا يعني ألا تترك من يستحق العقوبة بدون عقوبة ألا تترك من يستحق المكافأة بدون مكافأة أن تتيح الفرصة بين أن تساوي في الفرص بين الناس أليس هذا عدلا؟ وليس مساوة وإنما عدلا؟ نعم يعني المسألة متداخلة بلا شك في هذه النقطة لكن المساواة تشير إلى يعني المساواة بهذا المفهوم تقتضي إذا مثلا عمل زيد عشر ساعات وعمل عمر ست ساعات فأني يجب أن نساوي في الأجرة بينهما نعم ولكن هناك نقطة أخرى يعني على سبيل المثال أنا الآن عندي وظائف تطرحها الدولة أو تطرحها مؤسسة مثلا فالطرح الآن جاءني من يريد الوظيفة فأنا قابلت الناس الأصل هنا كيف تبدو المساواة؟ أن أبني سبب الاختيار على أصل واحد القواعد التي اختار بها قواعد كذا وكذا لا أفضل ابن فلان على ابن فلان ولا الفقير على الغني أنا أسوي بين الناس في هذه المسألة حتى يعني على الأقل تراعى مصلحة المؤسسة دون مصلحة شخص واحد المساواة في إتاحة الفرص ربما يعني تقصد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لفضة فوق جزاك الله خيرا شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الضافية مشاهدين الكرام ختاما نشكر ضيفنا الكريم الدكتور نبيل الفولي أستاذ المنطق وعلم الكلام في جامعة سلطان محمد الفاتح الوقفية كل الشكر لحضراتكم دمتم في حراسة الله وإلى لقاء مقبل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة